برج الجدي رح نشوف طاقتكم ورق عام لمحة عاطفية تحذير ومسج من الحبيب ورح ناخد أوراكلز فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عامله إن شاء الله تكون إيجابية طاقة حلوة إن شاء الله تكون لبرج الجدي عم بشوف طاقة اللي هو من بعد انتظار يعني طاقة انتظار رح تكون في أول الشهر ولكن بشوف بعد الانتظار في حصاد يعني في عندك طاقة كبيرة لحتى تحتحمل اللي هو الانتظار اللي قلنا عليه ولكن في عندك حصاد في نهاية الشهر أنا بشوفها لإنه هاي الطاقة عم بتكون بطيئة شوي فنحنا فتحنا على أكتوبر فعم بشوف لنهاية الشهر لحتى تحصل على الموضوع اللي كنت تحارب عشانه أو كنت تنتظره يا جدي شوف بشكل عام إذن جدي عندك سفر حبيبي في عندك سفر للناس اللي كانوا زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تنتظر إلك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي الفترة عم بشوف الطاقات قبل ما أنسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز مائية أكتر شي عم بشوفك في شخص في شخص ممكن تكون طاقة مائية أو هوائية هذا الشخص رح يقدم لك عرض وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه وما بين أمر تاني هذا الشخص أنا شايفة انه أكتر عاطفي الموضوع من ما هو مهني أو كذا هذا الشخص عن جد عم بيقدم لك من قلبه وعن جد هو إنسان بيستحق انه ينعطاه فرصة فمستغربة ليش أنت عم بتصد أو عم بتقارن أو عم بتحاول تختار هذا شخص بيمبين بالأوراق رجع تكرر عندنا هون يعني مصر على طلبه مصر على خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ترابي مصر على طلبه رح يصر كتير شايف العلاقة مستمرة مع هذا الشخص مع أنك رح يتفكر كتير لأنه يمكن شخص شوي الظاهر مش يبين زي الباط الظاهر مش زي الباطن ما بيعرف يعبر عن مشاعره ويمكن أنت فهمته غلط هذا الشخص رح يرجع بأكتر من عرض بأكتر من مرة لما أحكي عن العطفة دائما يعني أحيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة عم بشوفك في العمل منهك وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل عم تحاول تشتغل كتير كتير حتى أنه يعني يدوبك تقدر تغطي أمور لكن شايف عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة آخر الشهر رح يكون فيه وفرة مالية من بعد اللي هو يمكن تضطر أنه تاخده فلوس من حدا تضطر أنه يعني فيه في بداية الشهر شوي نقص في المادة ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الأوضاع يا جدي عم بشوفك عم بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع بأكمله يعني بأشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك بأشخاص كتير ويعني خلص اللي هو ما في فرصة تانية فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة بس اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الأشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الأزى منهم وخاصة في العمل أنا عم بشوف العمل أكتر شيء في عندك عيون عليك في شخص إما ممكن يكون ترابي زيك أو هوائي هذا الشخص كتير عم بي عم بيحاول إنه إما يشوه السمعة أو إنه يعمل لك شيء بس ما قادر ولا رح يقدر لأنه فيه انتصار عليه أنت عم بتهمشه بطريقة فظيعة وهذا الإشي عم يحرق دمه أكتر وأكتر هذا الشخص كمان ممكن يكون عاطفيا يعني عم بيحاول إنه يجاكر فيك أو كذا ولكن أنت عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه ولكن أنت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر كبيرة شايفة فيه ممكن تكون عندك فيه ألام إرهاق من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن شايفة شوية إرهاق عندك تعب يمكن تتعب بس ليوم واحد أو لفترة أصيرة كتير بعدين تسترجع قوتك وحيويتك زي ما بنعرف هاك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله بطريقة حلوة لنا نشوف بشكل عام عن العاطفة بشكل عام عم بشوف علاقة ثلاثية مسيطرة بي ولكن عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك شايفة فيه بعد عن العلاقة الثالثة ولكن رح تكون هي يعني بارزة أكتر اشي في النصف الآخر أو في النصف الثاني من آآ اكتوبر بالنسبة للمتزوجين آآ ممكن يكون فيه خلينا نقول مشكلة شوية عابرة شوية فيه شوية شك شوية غيرة آآ آآ ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك أو من الطرف الآخر آآ ولكن بعديها رح تروء الأمور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن أنا بتوقع المشكلة إلها علاقة فيه علاقة ثلاثية انت فيه قرار معلقه أو الطرف الثاني معلقه آآ ما شايفة الأمور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن شهر اللي بعده إن شاء الله يكون أحسن بس شايفة شوي فيه أمور معلقة فيه انتظار فيه بالنسبة للعاطفة آآ بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه آآ ولكن في هذا الشهر أنا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية آآ شوي عم بتخرب المواضيع والأمور آآ مع أنك أنت فيه كامل قوتك عم بتحاول إنه آآ توقف هذا الموضوع أو تنسحب منه آآ ولكن في النهاية أنت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بيحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم آآ مع وجود أشخاص آآ كتير حساد أو أشخاص آآ عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة آآ ولكن الحب موجود هذا أهم شي يعني موجود بشكل فضيع آآ عشان هيك فيه تعليق آآ للأمور أوليت آآ نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت آآ بيّنت آآ إذن فيه آسفة لبرج الجدي يعني منه قراءة مش كتير آآ إيجابية طلعت آآ ولكن الحلو في الموضوع إنه آآ مستقبلا آآ رح يكون فيه آآ بوادر خير رح يكون في آآ خير على آآ بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع إنه ورق عاطفي آآ فيه ممكن يكون آآ أشخاص معجبين فيك ولكن أنت ما عم تعطي آآ فرص آآ هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص آآ كتير أنت يا برج الجدي إما من مرة ما تعطي فرص أو عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي آآ ناس كتير آآ أهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الأشخاص اللي جداد في حياتك أو اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة إذا كانوا هم هوائيين أو حتى ناريين آآ شوي نحذر من هذا الموضوع آآ في أدكشن رجع بيّن عندي إدمان معين على شي معين آآ عم بتحاول إنك آآ تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل قراءات تفصيلية طبعا بس آآ عم نعمل بشكل آآ مختصر لحتى ما نطول عليكم آآ خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون آآ نفس الكرت اللي طلع مش عارف بلقي برج آآ برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج إن شاء الله ما يكون طلاء يا رب آآ لأنه شايفة في قلب حب في حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على أوراق إما تكون سفر أو زواج أو عمل ففي توقيع عقد بس بيقول لك احذر إنه ادرس آآ الموضوع منيح قبل ما تاخد آآ القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها أو شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك آآ فتكون حزر شوي يا برج الجدي تشوف مسج من الحبيب أو كلمة بحكي لك بده بده فترة عشان يستشي ما هو عرف شو أنت عامله آآ ممكن تكون عكسيه القراءة طبعا لأنه عاطفية بس وكأنه أنت عامله شي أو آآ عم بيقول لك أنا بس بحاجة فترة لحتى أستشفي لحتى أنسى اللي صار لحتى آآ يعمل هيلينج فبس بيقول لك إنه هاي فيها كمان إنه انتظار إنه انتظرني أو شيء آآ لأنه لو لهيك ما يعني ما ببعت لك هاي المسج أو ما بيقول لك هاي آآ المسج خلينا نشوف أوراكل آآ برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى أو بيت في الهوى أو أوهام بيقول لك آآ يعني احذر من 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 هاي المواضيع في مين عم هذا الشهر عم يعيشك بأوهام أو عم بيكذب عليك عم عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بيقول لك احذر من هذا الموضوع حبايا لبرج الجدي بشوفكم بالفيديو الجاي حباوا hear اشتركوا في القناة ró